اهلا بكم واولى حلقات بودكاست مع دينا ومعنا النهاردة جراح وكاتب ومحاضر ورائد اعمال النهاردة هنناقش واحد من اهم الكتب بتاعته واخر كتاب اصداره وهو جراحة نفسية طبعا تقريبا كل اللي بيسمعني عارف بنتكلم عن مين عن دكتور صلاح قد اهلا بك اهلا بك اهلا بك ادينا منوارنا شكرا ليه جراحة نفسية اول حاجة لما جيت اكتب فكرة الكتاب ده مؤخرا بدأت ان افكر اشوف ايه اكتر حاجة الناس محتاجها او مش الناس محتاجها اكتر حاجة انا شخصيا محتاجها الناس مؤخرا في ظل الاحداث اللي حصلة والدوشة العالمية والصراع العالمي تقريبا يوميا كلها احداث بتحصل مزعجة واحداث مرهقة فحسنت ان اكتر حاجة الناس محتاجها دلوقتي هو ازاي الناس تقدر تشعر بالهدوء والسلام الداخلي اكتر فكرة مفتقدينها فكرة الهدوء والسلام الداخلي العالم حاليا بيمر بكمية صراعات يعني لم تكن فيه الوصول الاولى من قبل او يمكن احنا عشان اصبحنا منفتحين اكتر على السوشال ميديا فبقنا كل حدث وكل شيء مؤلم بيحصل في اي زاوية من العالم بينقل الى انفسنا مباشرة اكيد فبالتالي ده بيؤثر علينا بشكل سلبي فكانت الفكرة انا قلت انا عايز اعمل حاجة اللي يقرأها يحس بهدوء وبسلام عايز اعمل كتاب اللي يقرأه يحس ان هو مرتاح نفسيا صراعات الانسان في هذا العصر او في هذا الوقت اصبحت كتيرة جدا ومتعددة صراعات وارهاق بسبب العلاقات وضغطات نفسية ضغطات نفسية بسبب الاقتصاد بسبب الرغبة في النجاح العلاقات الاجتماعية العلاقات العاطفية عدي كتير 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 الاشياء ترهق الانسان بقت كتير فبالتالي هنا كانت فكرة الكتاب قلت طيب ليه جراحها نفسية معروف ان دكتور الجراح ضمن دكاترة كلهم هو ما بيهزرش الحاجة اللي بيتضايقه بيشيلها يعني مثلا دكتور البطنة معروف ان هو بيعالج البيشنت وبيتدله علاج ويقعد يتابع معاها سنين الجراح تيجي تقوله ان عايز اقولك طب تعال افتح بطنك واشيل اللي انت عايز دي الجملة شهيرة بتاعتك في اغلب المحاضرات بداعك الزبط فليه قلت ليه اخترت الاسم ان جراحها نفسية ان احنا خلينا بمسك في الكتاب كل نقطة او كل حتة عاملة للانسان استرس في نفسه بعملة على نفسيته في اي منطقة وبنشيلها من الجزور دي كانت فكرة الكتاب وكان الهدف منه ان عايز الشخص او الانسان اللي يقرأه يحس بيهدوء بسلام داخلي فبالتالي هتلاقيني واخده على مدار الكتاب في رحلة في كل منطقة في حياتك كل اللي انت قلتينه دول موجودين في قلب الكتاب مرتبط وفيه خناقات وفيه صراعات هتلاقيني بعرفك تتعامل ازاي انفصلت او قبل ما تنفصل ومش عارف تنفصل اتلاقيني بقولك ازاي تعمل ده في هدوء وفي سلام ازاي بعد الانفصل تقدر تتعافى نفسنا هتلاقيني عامل ده طالب او لسه متخرج وبتعافر في الحياة وعايز تنجح وعاوز توصل لطموحات كبيرة وارهقتك طموحاتك في ظل الظروف دي هتلاقيني ماشي معاك باتكلم ففي كل تفصيلة تقريبا في تفاصيل حياتنا ماشي بننور حاجات بسيطة الهدف منها تحس بالهدوء وبالسلام النفسي الاساسي والحقيقي في حياتك كلنا طبعا او كل الناس المتابعين لدكتور صلاح عارفين الجانب ان هو كاتب وان هو دكتور جراح وان هو رائد اعمال وان هو مؤلف كويس وان هو كمان موسيقي بيعزف بيانو تأثير الموسيقى على دكتور صلاح في مشواره الروائي او في مشواره التعليمي او في مشواره الكتابي كان ايه تأثيره عليك حلو اوي حلو اوي انا دايما بكون شايف ان الانسان المتزن هو الانسان القادر على انه يقدر يعطي كل الاجزاء في نفسه حقها يعني ايه من وانا في اولى جامعة في كل الطب كان الرؤية بتاعتي او كانت فلسفتي في حياتي اني همشي بشكل متزن ما بين كل منطقة في حياتي مشكلتنا للأسف ان الحياة بتاخدنا في وان وي في طريق واحد لو انت طالب فهتلاقي نفسك طالب بترهق نفسك جدا في الدراسة والمذاكرة بس لو انت بتشتغل تنفسك مركز بشغلك وبترهق نفسك بس طيب حياتك فين صحتك النفسية صحتك الجسادية بتهتم بجسمك مهتم بشكلك مهتم بمخك بوعيك بذهنك بتقرأ بتتثقف طب المنطقة النفسية فين طب المنطقة العاطفية فين طب المنطقة الشعرية عندك فين فدي الجزئية الاولى ان بكون شايف ان الاتزان الحقيقي فعلا او الانسان المتزن هو اللي قادر على انه يعطي كل جزء حقه على فكرة انا حافظ القرآن الكريم كاملا وليه وردي يومي بقرأ في القرآن وبتأمل فيه وبتدبر فيه وفي نفس الوقت بلعب بيانو وبسمع الموسيقى وفي نفس الوقت بكتب روايات ادب وشعر وشيء يعني في قمة الشعرية وفي نفس الوقت تلاقييني جراح وبتعامل مع الدم ومع مناظر محدش يشوفها وفي نفس الوقت تلاقي فيه رياضة وشغلة تركيبة الانسان يعني دايما بكون شايف ان تركيبة الانسان حقيقة هي مبهرة يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ووضع فيه تركيب مبهرة فكل الفكرة ان انت تقدر وفي انفسكم افلا توصرون يعني انا الوقت بشرح الوعي اللي بيخليني اتعامل وفي انفسكم افلا فيه فيه عوالم كتيرة فالموسيقى تأثرها ايه على روحي او على حياتي لا تأثرها كبير الموسيقى يعني الامام الغزالي كان بيقول ما لم يحركه الربيع وأزهاره والعودة وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج ما شاء الله تاني تاني الامام الغزالي ابي حمد الغزالي يقول ما لم يحركه الربيع وأزهاره الشخص كده اللي الله يشعر بالربيع وبأزهار الربيع الشخص الذي لا يدرك الجمال والعودة وأوتاره الشخص اللي نفسه كده لا تتحرك على نغمات العودة الجميلة والعودة وأوتاره فهو فاسد والمزاج ليس له علاجه هو مزاجه فاسد فالناس دايما في ظل الحياة العملية اللي احنا موجودين فيها او مش العملية الحياة المادية الناس بعدت عن المنطقة النفسية الشعرية في انفسها اكيد النفس اتقاذت كتير بالضبط فالموسيقى والفن يعني انا قبل التصوير كنت قاد عمالها دندن او صورتك على ذلك كنت فدندن اغنية لكازم الساهر بدأ الموسيقى والفن أو الغناء الراقي يعني برضو اخلي بالك همي كانت حاجة راقية بضبط هي حاجة تغذي الروح حاجة بتغذي النفس فازاي الانسان يهمي الجزء ازا ده في حياته بداية تعلمي اصلا انت البيانو انا تعلمت البيانو انا كبير مش وانا صوير كنت بعض استمتع بالموسيقى وبعمر خيرت وبيعزف يعني يا سلام فجي في بالي قلت طب ليه ما استمتعش بصناعة هذا الجمال بنفسي ليه ما انا عايز اعمل ده خليني اجربوه ده كان الباشون ده كان الشغل كنت بخلص المستشفى في الكلية كنت بخلص المستشفى مع البيانو والناس والدم والعالم غريب جدا واروح اتعلم البيانو فده كان الدافع الاساسي ان هو طب يعني لماذا لا اصمع هذا الجمال من بين اصابيعي فالموسيقى او البيانو او الفن او او الغناء الراقي لا ده من الحاجات اللي بتشكل وجدان الانسان وبتخليه انسان اقرأ انسان متزن مش عايز اقول مكتمل انسان متزن والانسان المتزن ده هو الشخص اللي يقدر يتعامل مع كل الاشياء بشغف مع كل الاشياء بشكل حلو و بشكل راقي يبقى انا قدر نقول ان هما جانبين قدروا يأثروا في صلاح قدب اول جانب هو قربه من ربنا والتدبر في كتاب الله تاني نقطة غذاء الروح عن طريق الميوزك والجمال والطبيعة صح صح كده طيب في جانب من دكتور صلاح قدب كتير قوي من الناس المتابعين لك بيبقوا فقدينه او مش عارفينه او مش باين ليهم ايه هو الجانب المخفي لصلاح قدب غير الجانب التعليمي اللي هما شايفينه او جانب النجاح اللي الناس دايما تبقى عاملة صوت عليهم اه حاجات كتير اول تفاصيل كتير زي ايه اه استكمالة للجزء اللي احنا كنا بنقول فيه مثلا فيه الجانب العاطفي بتاعه مش ظاهر ما بظهرش ابدا يعني الناس تلاقيهم على مدار السنوات متابعيني ما عارفوش اذا كنت بحب او لا اذا كنت ممكن اكون مرتبط او لا يعني دي حاجة من الحاجات المخفية محدش اعرفها اه الجانب اللي بيكون فيه السقطات النفسية طبعا الضربات النفسية اه لما بيحصل لي حاجة نفسية مثلا او او مثلا بهدى شوية او بيحصل لي ما بظهرش ده ده ما بيرنش للناس لحظات الضعف اه دي ما بتظهرش للناس ابدا اه لحظات التعب ما بتظهرش ابدا طبعا باي شكل من الاشكال اه يمكن كنت من قريب وليه حاجة يعني هنقولها بس لتوضيح مثال معين اه خلال عشر تعمل فاتو عملت حادثة بالعربية كانت حادثة كبيرة جدا اه حادش عارف حاجة محادش يعرف وليش لحد حادش عارف اي حاجة الا شخص او اتنين هما اللي كانوا بيساعدوني وقتها ده ما بيظهرش للناس اي ضربات ما بتظهرش للناس لان مش المفروض الناس تشهده مش المفروض الناس ان اصدر للناس او استجدي عطف الناس اه اي حاجة او تصدر له من حاجة ممكن انت بتديهم نيجاتف انرجي ومهما بياخدوك اصلا غير نيجاتف انرجي من الحاجات الخفية اللي انت قلت عليها فعلا الاول مرة اتكلم فيها اول مرة حرفين اتكلم فيها اني انا لا استجدي عاطفة الناس ابدا هو انا لو كتبت بوست ان انا عملت حادثة كم واحد هيبعت كتير اه اكيد الحمد لله واصدقاء هيبعتوا يتطمنوا الف سلام عليك طب ليه اقلقهم اول حاجة ليه اقلقهم ليه اثيرة عندهم يعني هذه العاطفة بشكل سلبي ليه يعني ضروري مش محتاج ان انا اقلق الناس الحاجة التانية لا استجدي عاطف احد ليه استجدي عاطف الناس واتغزة منهم الناس بتحبيني خلاص ما افهموا بيحبوني ده بالعكس ده انا عشان اقدر ارد الحب ده اني ما اقلقهمش واني لا استجدي عاطفاتهم الناس بتقع تنزل على السوشيال ميديا احنا تعبنيني دعولنا احنا مش عارف فيه ناس بتصدر يعني فيه ناس بتبقى الهيد لاين بتاعها او الهيد اميج بتاعتها انها مصدرة للناس المسكنة ايوه بتلعب على الجانب العاطفي بتاع الناس دايما طب المسكنة ليه انا اعايش نفسي في دراما وليه اعايش الناس معاها في دراما طب ما تخلي صدر الناس الانيرجي وخلي الناس تكون مرتاحة ما ترهيقش حد لانا ساعتها ما عايز اقولك بابا اماما ما اعرفوش الا بعدها لما جيت والامور خلصت وخلاص ليه ففعلا ميه الحاجات الخافية اللي اول مرة اقولها اني لا استجدي عاطفة الناس ولا استغلها ابدا لحظات التعب ممكن انا اكون تعبت زي اي انسان بيدع اكيد جالي مش عارفة دور ايه محدش يعرف لا قدر محدش يعرف يعني نقدر نقول ان دكتور صلاح قط الانسان انسان طبيعي بيحب وبيتوجه وبيقع وبيقف وبيضعف وبيتعب وبيمر بازمات نفسية واجتماعية ومادية زيه زي ايه بني ادم بس هو حريص جدا ان هو يقدم للناس الجانب الايجابي ويكون دايما حافز ليهم زي ما تعودوا منه صحيح يعني لا استجدي عاطفة الناس ولا اظهر لهم حاجة خاصة بي ولا اظهر لهم حاجة مش محتاجين هما يعرفوا حاجة مش مهمة الاحتياج في العلاقات هل ده ممكن يبقى لي عامل ان هو يكون سبب فشل العلاقة من الاساس؟ خلانكم متفقين كلنا بلا استثناء في احتياج الى العاطفة اكيد ويمكن من الحاجات الاول مرة اقولها ان انا شخص يعني شاعري شخص احب المشاعر الحلوة احب ان اكون بحب شخص قدامي ان اشارك اشير معايا حاجة فده جزء عشان لما نوزن الامور لان احيانا لما بنيجي نصدر اتكلم مع الناس او نتكلم معاهم ازاي تعمل كنترول على مشاعرك ازاي تلغي احتياجك لا خليكم متفقين ده شيء اساسي بس كل الفكرة اللي احنا بنحاول نتكلم فيها او نوضحها للناس ازاي اقدر اخلي الاحتياج ده في منطقة امنة لا تعرضني نفسيا لاذا كبير لا تعرضني لا تعرضني لاذا اللي بيحصل مع الناس سواء لو انت ستودنت في مدرسة او طالب في الجامعة او بنت مثلا عندك كريرك وعندك حياتك الناس من اكتر الحاجات او يعتبر الاكتر في وجهة نظري انا في جملة مفتتح بها الكتاب تقريبا الجزء بتاع العلاقات بقول فيها معقول فيه شيء بيرهق الانسان قد الحب فقولت لا شاء يرهق الانسان سوى الحب اكيد اه ده سؤال انت سأله فعلا في الكتاب في الحب والعلاقات معقول الحب بيرهق الانسان الى هذه الدرجة مفيش شيء بيرهق الانسان الى هذه الدرجة سوى الحب باختصار فده اكتر حاجة بتأثر عليه الفكرة بقى انت ازاي تقدر تتعامل في المواقف ازاي تقدر تتعامل مع احتياجك النفسي انك ما يخدكش لمنطقة مرهبة ازاي تقدر توظف الاحتياج ده صح ازاي تقدر تحمي نفسك اخلي بالك مواقف احتياج انت بتضر نفسك انت ممكن ترمي نفسك في علاقة الاحتياج عاطفي او شاعري ترهق نفسك وتضر نفسك وتضر مستقبلك وتضر حياتك انا عمري في حياتي ما طلعت انا صحت حد من الشباب ولا قلتلهم ما تحبش وما تعملش لو حد سألني انا مثلا انا بحب بنت زملتي معايا في الجامعة هل ده صح المفروض اسيبها عشان مستقبلي بتاعه اذا كان الحب او اذا كانت طبعا بنتكلم كل حاجة في قطارها السليم والطبيع العلاقة الصحية السليمة هل الحب ده او هل حالة الشعرية ده بتدفعك للامام؟ لو اه انا ما عندش مشكلة لو لا لو لا يبقى هنا في مشكلة يبقى انت محتاج توقف هنا محتاج نرجع بقى نحلل الموضوع ونشوف هل ان اكمل اه او لا هل ابص المستقبل يا او لا ولا افضل واقع تحت هنا بكون المشكلة انا ادعي اني ما بعرفش اكتب حاجة إلا ما يكون حاسسة يعني انا ما عرفش اكتب حاجة إلا ما يكون حاسسة فحيطة الاحساس ده بتأثر علي طبعا حيطة الشعور دي بتأثر علي ويا سلام بقى لو بكتب حاجة يعني رومانسية ما معرفش اكلف يعني لو حسيت حاجة او يعني او اوحيه الي بفكرة او اوحيه الي بقطعة او قصيدة او جملة بكتبها يعني نقدر نقول ان الجزء العاطفي لدكتور سلاح بيكتبه بيبقى ليه ملهمة الزنقة دي هو خلينا نكون واضحين ضروري 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 يكون الى بيروتية انا كتبها من كم سنة؟ من حوالي خمس سنين مثلا ما كتبتش حاجة جيت مؤخرا بدأت اكتب في رواية جديدة يعني لسه ما حددتش نوع البتاع نوع الكتاب اسمها عشق كتبت فيها شوية حاجات وقفت وعطلت دي لا لقنت هاي؟ لا لا مش هارولك كلها حلوي مش درورك خلو صحنا كده احنا كده عرفنا اللرم يا جماعة اول متلاق وحاجة عطسية يعرفوا ان دكتور صلاح فيه في حياته انثى مش ضروري يعني مش ضروري ممكن اكون اوحي الي بالفكرة مثلا من امرأة جميلة حلو اوحي الي اه يعني مش ضروري اكون مرتبط يعني مش ضروري اكون بحب قوي يعني نفهم من اجابة دكتور صلاح دكتور صلاح مرتبط او لا؟ والله مش عارفت اظن دي يعني السؤال يعني مش مهم للناس انهم يعرفوه بس يعني بمناسبة بما ان اتسألته فلأ يعني حاليا لأ يعني تمام اختياراتي مدمرة حياتي ده عنوان موجود في كتابة الجراح نفسي هل فعلا اختيارات البني ايدي ممكن تكون سبب في تدمير حياته؟ اكتر حاجة ممكن ترهق وتدمر حياة الانسان هو اختيار خاطئ في علاقة خاطئة الحاجات اللي بترهق الانسان كتير ممكن قرار مادي دي ممكن مش عارف مشكلة في شغل ممكن لكن على رأسها بتيجي اختيارك العاطفي واختيارك في الارتباط في ناس حياتها حرفيا بتنتهي بمجرد ما يختاروا شخص معين ويتجاوزوا بيظل ممكن يظل يعافر عشرات السنين من عمره عشان يتخلص من هذه العلاقة وعمره بيضيع وروح اكترها وتتعب مستقبل المهني بتضار فبيقدرش يحقق اين جاه اختيار دايما بقول ان برضو من الحاجات النعم او الرزق بتاع ربنا ان هو يسخر لك انك تقدر تختار الشخص المناسب لان اختيار خاطئ فعلا ممكن يدمر حياتك فلذلك بقول الناس بنوعي الناس او يكون عندها وعي ازاي تختار وازاي حتى تتعامل لو لقيت نفسها في مكان خاطئ في طريق خاطئ الحزن كفيل ان يوقف حياة شخص عند نقطة ازاي الناس تتعامل مع اوقات الحزن بتاعتها عشان تخرج منها بسلام من غير يعني اعتبر نقول بقى اقل الخسائر او من غير ما تتقذي نفسيا زيادة حلو اوي السؤال حلو اوي طيب بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هو تقبل ان احنا في حياتنا ممكن نمر ببعض الدروبات النفسية ان تكون سعيدا للغاية على الدوام او ان تكون شخصي ايجابي على الدوام او ان تكون شخص طقتك ايجابي على الدوام او ان تكون شخص طقتك فده انت كده بتساوي دمار وهلاك مفيش مفيش حاجة اسمها كده اصلا اي انسان عنده صعودات او اشياء بتصعد عنده اشياء بتهبط عنده نفسيا فده اول حاجة فكون متقبل ومتفهم النقطة التانية النقطة التانية انك تبدأ تتعامل مع هذه المشاعر بشكل متزن يعني ايه الناس بتتعامل بتاخد طريقتين الطريق الاول اللي بتوع التنمية البشرية اقولولك او مدربين هما لسه برضو الوعيوم على قدهم ما تحزنش وانت احسن وانت اجمد وسيب وروح وتعلى انت كده اللي انت عملت انت عملت كابت ترقومات عملت كابت لمشاعر حزينة هتنفجر داخلية تجيب لك جلطة تجيب لك سفحة تجيب لك مشكلة امراض فالكابت غلط يبقى التجاهل المطلق غلط طيب الناحية التانية هل استهلك نفسي في الحزن واسواعه ضعية وابكي وايام وش غلط ده غلط وده غلط اما للصحة ايه الصح ان انت لما اول حاجة لما يحصل معاك السيطويشن ايه ده هدق انفعلاتك شوية هدق الحدث شوية هدق الحزن بتاعك شوية عارف سبحان الله الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ووليك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة ووليك هم المهتدون الهداية والرحمة بتاعت ربنا معناها ايه للأسف كلمة انا اليه وانا اليه راجعون للأسف مرتبطة ومخزنة في ادمغتنا في حالة الوفاة فعشان كده ما نستخدمهاش وانا عنديش مشكلة ان احنا ما نستخدمهاش لانها لها ارتبط ذهني لها ارتبط ذهني بس اخد المعنى المعنى ان لما تحصل اي مشكلة او اي حاجة فخلي عندك الكلام ده قلته قبل كده خلي عندك وعي ان المشكلة هنا الحدث هنا وانت هنا ادركك بده هيساعدك ان الحاجة دي متدخلش جواك وتتعبك وترهقك فبالتالي اول حاجة اعملها لما اتعرض الموقف حزني فعلا انفاصل شوية انفاصل شوية قلل الرياكشنز بتاعتك شوية ده واحد اتنين انا الزعلان ادي نفسك المساحة شوية مش اللي انا استهلك في الحزن لا ادي نفسك شوية مساحة زي ايه؟ يعني لو رأيت نفسك عاوز تبكي ابكي يعني ما تعملش كابت المشارك اه نظب لقيت نفسك في لحظة مشاعرك اجزاجريتة اوي او متصاعدة اوي وعايز تعيط ابكي مفيش مشكلة اعمل ده عايز تعيط عايز تصرخ اصرخ يعني على رأي اتطلع الطاقة اللي بعد على رأيي كازم من قال لا يبكي الرجال يعني في غناب الاغاني الاخيرة اعمل ده حتى لو انت انفصلت في علاقة عاطفية وحسيت ان انت فيش مشكلة تعمل ده مع نفسك وانت فيش مشكلة انت تعمل مع نفسك ده بشكل متوارئة فالكبت الشعور غلط طيب الحاجة التالتة اديت لنفسك المساحة انك تزعل شوية بكيت شوية كيف هي ليه؟ لان الحزن الزائد فانت هنا بتدخل نفسك في ديليمة او بتدخل نفسك في معضلة او في دايرة مش هتطلع عملة ودايرة مالهاش لازمة مالهاش لازمة مالهاش لازمة يعني الحزن الزائد هو مالهاش يعني لو كانت الحاجة هتتصلح او هترجع بالحزن الزائد ماشي بس مش هيحصل ده هيحصلش اصلا فلذلك توقف وتبدأ تعمل ايه بعدها؟ مش هقولك حل للموقف ولا شوف الاغلاط ولا الصح ولا الغلط ولا بتاع حاول ان انت تتجاوز شوية وتعمل او تعمل انشطة او تبدأ تخرج للحياة عشان تنسى شوية المنطقة دي بعدها هتحس ان نفسك كديت شوية تقدر ان انت تقعد مع نفسك وتقفل الملف المفتوح يعني تقفل الملف المفتوح يعني انا ممكن اكون انفصلت في علاقة مثلا كنت بحب البنت دي وحصل انفصال لسبب الناب لو عد انا عملت كل الخطوات دي وخلاص انا كده ايه؟ وكأن تجاوزت لكن انت ما تجاوزتش لكن انت هتلاقي ملف المفتوح ولسه عملي ايه؟ عايز ارجع طب ارجع او لا الملف مش بتحصل اه طبعا لان انت لسه تسايب الباب موارب هنا باب موارب هنا باب موارب هنا ملفك العقل مفتوح مش بتحصل ان انت تكون لقد رضا حد توف فخلاص تجاوزت وبتاع بس تلاقي فيه ناس بتفضل عيشة في هذا الحزن سنوات اه وانت كاسة تانية كأن شخص دي لسه متوفي حالا بالضبط ليه؟ هو لم يغلق الملف طب ما تيجي ناخد مثالينا على السريع نفاهم الناس دي يعني ايه؟ لو في حالة الوفاة لازم تيجي في مرحلة انك تدرك ان هذه هي الحياة وهذه هي سنة الحياة فتتقبل الرضا بالقضاء القدر واحد اثنين انك تبدأ تغير البرسبكتف اللي انت شايف به الحدث اللي حصل يعني ايه؟ غير البرسبكتف يعني غير المنظور بتاع الحدث يعني ايه؟ انا شايف ان الشخص ده اللي توفق او الشخص العزانة ده باد عني وهيوحشني واتخذ مني وكان نفسي اعيش معاه عمري طويل وكان نفسي ده البرسبكتف اه يعني باعدة احقل نفسي اه ايوه ادي نفسي يعني جو عاطفي ان انا ادخل في الحزن اكتر والغرس فيه اكتر الله عليك برافو عليك اغير ده اغير البرسبكتف المنظور ده اعمل ايه؟ اني الاول حاجة الرضا بالقضاء اللي هو قدري فانت كونك راضي وكونك مؤمن خلاص الموضوع ده خلاص هاي هون كتير اتنين اه 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 ده سنة الحياة طبيعي حصل انت المتفاجئ ده مشكلة عندك انت المصدوم ده مشكلة يعني من عندنا احنا تلاتة الشخص العزيزي عليك ده هو راح لما كان احلى بكتير وراح لما كان اروع بكتير وهذه اللقتي بتنعم في الجنة ايه ممكن ده اللي بيكون العزاء بالنسبة لنا ده هو بتنعم في الجنة فانت مبسوط انت مش خايف عليه انت مش قلقان عليه الحاجة التانية بص على الكواليتي تايم اللي انت قضيته معايا انت قضيت رسالتك قديت رسالتك ما هو هو قدى رسالته اتجاهك وانت قديت رسالتك تجاهه واببسطته قضيت الكواليتي تايم ما هي دي الحياة خلاص انا كده مبسوط خلاص الله يرحمه خلاص ابدأ اركز في حياتي اشوف حياتي اشوف نفسي اشوف الرسالة بتاعتي اشوف الاشخاص او اسريتي لو انا عندي اسرة اشوف الناس ان انا بحبه وابدأ اكمل واطلع واعمر واكون احسن واحسن واحسن عملنا تغيير البرسبكتب بدلا انت موقف حياتك دون موقف حياتك تحت غيرنا المنظور منظور الاعلاقات الملف المفتوح نقفله ازاي بص لو حاجة انت محتاج تاخد فيها قرار يجب ان تقفلها في الموضوع على الترابيزة وتقول معي حلو انتظر في الدماغي ام واطلع دماغي قوانت طلع دماغي افرج دماغي على الترابيزة وتصرفه مع بعض ماك مالك متعبتك متعبتك وبستحبها متعبتك او متحبتك او متعبتك اتكله على ماك الموضوع الان اتقفى انتظر من الملفات مش هنكمل انتو الاتنين بتحبوا بعض طيب انتو الاتنين زعلان من بعض حصل موقف هو اللي قدى لخليل اني حلو ازاي? حلو يبقى حضرتك في حاجة تعملها منك في حاجة مطلوب تعملها اه طب ما عملتوش لي لا استنى زعلان واحنا زعلان هتقضوها نكد ايش حياتك براحتك اه لا يبقى في اكشن تقدر تعمله كل واحد يعمل عليه في اكشن تقدر تعمله اه 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 تتردد اه سواء بقى بقى سواء ممكن يكون اكشن بالانفصال او باستكمال ممكن ارجع على فكرة اه على حسب الموقف ليه حل او لا بالضبط فهل الموقف تقدر ترجع وفي حل وتيجي على كرامة سيادتك شوية وتتعامل اه اعمل ده طيب الموقف لا انا كده خلاص وقفلت يبقى تبدأ تاخد تفكر في ناحية الانفصال يبقى انت هنا ايه ما تسيب ليش الامور معلقة مع نفسك في ناس بتقعد معلقة شهور اه طبعا كثير طيب ليه يا حبيبي هذا الارهاق وهذا الملف المفتوح يعني ليه 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 تتعامل مع نفسك اصلا بهذا الارهاق ليه اضيع وقتي وعاطفتي ومجهودي واستنزف نفسي ليه يا سيدي يا اني اوت يا مكملين مع بعضي يبقى فيه حاجة اخده فيه قرار يبقى احنا دلوقتي بنفل الملف فيه اكشن اعمله قده طيب مفيش اكشن يبقى تقفل الملف يبقى نرجع كده واحدة واحدة يتقفل ازاي بقى ويتقفل في القاعدة اللي انا قلتها ان تضخم المشاعر يتكسر على صخرة المنطق يعني تعالي بقى كده افرد نفسك على طبعه هل فيه امل في انجاح هذه العلاقة طيب هل المشكلة اللي حصلها هي قابلة للحل طيب هل هذه العلاقة هي التي ترتضيها طيب هل حط هل وهل وهل حط شوات اسئلة وفكر بشكل عقلاني بيور بشكل عقلاني صافي ساعتها هتقدر ان انت هتقفل هذا الملف اما ان انت هترجع تاخد اكشن وتكلم الشخص اللي انت كنت مرتبط بيه وترجعه ويتكون خلاص كده واضحين او ان انت فعلا خلاص الموضوع ده انتهى طيب الموضوع ده انتهى ايه اللي بيخلي الناس تخاف انها تاخد قرار الانفصال او تاخد قرار البعد انه هو خايف انه ما يلاقيش فرصة تانية احسن بيخاف انه ما يلاقيش شخص تاني زي ده ما يلاقيش نفس المشاعر ما يلاقيش نفس الحالة نفس الاحساس زي زي ما قولنا قبل كده وحضرتك ذكرت ان البني ادم بيكون مرتبط بالحالة مش بالشخص برافو فهنا بقى نقطة والله لو هذه الحالة وهذا الشخص يعني انت شايف فعلا هو الحاجة البرفكت خلاص ماشي مشكلة وقابلة للحل ارجع بقى وعيش حياتك ويضبط الامور لو خلاص الامور فعلا كان النهاية حتمية حبيبي فيه كم مليار من ادم في العالم كتير طب يعني فرصتك انت اكيد مش حظك سيئ الى هذه الدرجة ان انت متلاقيش حد شبهك بس رائي المشكلة اكتر حاجة بتعطل الناس هو اعتقادهم انه مش هيلاقي يا سيدي هتلاقي وكلى عندك اعمل ان انت هتلاقي وكلى عندك امل ان انت اولا انت تستحق اصلا تشغل على نفسك عشان انت استحق هذه العلاقة الجيدة بس دكتور صراحة ناس بتعيش سنين كتير قوي من عمرها ما بتلاقيش الحب دغير مرة عشان كل دي حاجات داخلية بقى اول حاجة هلو استحققه الذاتي ايه تممكن يكون حد بنت بيرفكت وجميلة وشيك ومؤدبة وكل الحاجات الحلوة بس استحققها الذاتي ضعيف يعني استحقق ذاتي استحققها الذاتي يعني هيico مش حس thinking Anna ان هي هذا الشخص الذي يستحق هذه العلاقة يا دينا الناس بتستكتر على نفسها الحلوة مش بتشوف هناك ناس كده مش فيه ناس في حياته في الحياة كده بيستكتر على نفسه الحلوة بيستكتر عليه använd PhD انه هو يصدق ان انا استحق اما تؤمن به يؤسد عليك انا استحق انا استحق gras بالضبط. فما تؤمن بها تجلى لك. فأول حاجة خلي عندك في قرارة نفسك. أنا أستحق. ثاني حاجة يجب أن تكون مؤمن أن الله هو الرزاق. أن الله هو الواسع. فربنا يا سيدي يرزق ويكرم. بالضبط. يعني ربنا يعجز لي أنه يجب لك روح تناسب روحك. يعني ما مش منطقي. فكلها بترجع إيه بقى لو جيت قلت السبب. بترجع ليه ما تؤمن به وما تعتقده. تجاه نفسك. وتجاه الخالق. وتجاه الحياة. اعتقدت إيه تجاه نفسك. هل أنا لدي قيمة أستحق بها أو أنا عايز أه. ليه لا. ليه لا ما مستحقش الحاجة الحلوة دي. تجاه الخالق. هل أنت مؤمن ربنا يرزقك فعلا. والله هو الرزق والواسع. تجاه الحياة. هل أنت مؤمن أن الحياة فاير والحياة عادلة والحياة ممتعة والحياة جنة ولا نار وجحيم. ثلاث حاجات دول أكتر حاجة بتؤثر علي. استرجاعا لجملة لا تبكي رجال. دكتور صلاح. ممكن يبكي. مش فاكر أخر مرة بكيت فيها كانت إمتى? مش لازم آخر مرة. هل أنت ممكن فعلا تبكي؟ أكيد حصلت أكيد. عادي يعني. يعني مش عيب أن الرجل يبكي. لا مش عيب. أكيد حصلت يعني. أكيد حصلت لو فقدت شخص عزيز علي بحالة وفاة أكيد حصلت. ممكن في حالة شعورية معينة حصلت. ممكن. أكيد حصلت. مش فاكر آخر مرة كانت إمتى بظبط. بس أكيد. لو فقدت شخص بتحبه ممكن تبكي. بإيه؟ لو فقدت شخص بتحبه ممكن تبكي. بوفاء ولا ببعد. لو فقدت شخص بتحبه ممكن تبكي. إحنا خلاص ذكرنا حالة الوفاة. سؤال واضحة. بيترفلكت على حاجة. أكيد هزعل. وأكيد هكون متأثر نفسيا. وأكيد هفتقد هذا الشخص. وأكيد هفتقد هذه الحالة. وأكيد هكون. يعني هأعطي قيمته بإحساسي تجاهه. بالفقد. لكن لن تستهلكني الحالة. لن تؤثر عليها بالسلب. توصل لدرجة البكاء. مش عارف مش فاكر. حسب عمق العلاقة. يعني أنا مش فاكر بصراحة. بس ممكن تحصل مالعبارده. حسب الستوائشن. أكيد ها طبعا. يعني ممكن حصلت مش فاكر. بس مفيش مشكلة ممكن تحصل يعني في مرة. بس زي ما قلتلك لا يستهلكني الحزن أبدا ولا يستهلكني الفقد أبدا ولا يستهلكني فقدان الشخص أبدا. أنا أعطيه قيمته بحزني لوقت مؤقت. بإحساسي بي. لفقد هذا الشخص. لفقد هذه المشاعر. لفقد هذه الحالة الجميلة. لكن لا لن تستهلكني الحالة أبدا. وهقدر على طول بعدها أتعامل وأكون أقوى وأرجع أكمل. مش بشكل ظاهري لكن بشكل نفسي إن ده ضروري اللي يحصل. طب لو اتطلب منك في آخر حاجة بعد الشر يعني قبل وفاتك. إن أنت تعتذر لشخص. أو تصرح لشخص إنك بتحب. بتختار إيه؟ شي إيه؟ هذه الأسئلة. هل تحوض على الأسئلة دي؟ هتعمل إيه في نتين؟ أطلب من شخص إنه سامحني. بصراحة بصراحة أنا من الناس اللي لما بيحصل حاجة بقدر أنا أعتذر عنه. ولما بغلط بقدر أعتذر على طول. فما ظنش إن في حاجة أو في شخص أو في حاجة معلقة إن أستنى لدرجة قبل ماجي قبل الوداع الأخيرة أقول له أعتذر عنه. يعني أنا فعلا لو في شخص عزيز علي مهما كان الموقف مهما كان مهما كان البعد مهما كان شكلي مهما كان كرمتي بالعكس. اعتذري هو من كرمتي. وإقراري بالخطأ هو من كرمتي. فما أعتقدش إن في حد ممكن أقول له أرجوك سامحني لإن بعالج ده أول بأول. في أي علاقة أعلاقت بماما ببابا بأي حد. لا بقدر إن أنا أعمل ده فما أعتقدش بقدر أعتذر على طول لو في حاجة أخطأت فيها. أعترف لشخص إن بحبه؟ أعترف لشخص إن بحبه. طبعا أنت بتسألي السؤال مش عايزة أليف في غادور بس نسأليسه في منطقة معينة فـ أه أوه بس؟ أه؟ مش مش محدة. محتاجة تفكير أقول كده؟ ما لا بفتكر أقول لفتكر في حد محتاجة أقول له كده دلوقت؟ لا 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 اكيد لو فيه حد هيبقى شخص واحد مش كتير ايو كده اه اه احنا مش بنطلب تفاصيل بنقول اه منا لس هقول اه بس انت ما تقلتي في الاعتذار فبفكر اه فيه حاجة محتاجة اعتذر عنها لا الاعتذار ممكن تفكر فيه لكن لو فيه شخص هتصرحه بحبك اظن 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 لو انا فيه حاجة اني اعترف لشخص اني بحبه فاعتقد اني هقول له ده اه يعني برضو عملت ميوعة للاجابة ميوعة احنا كده في نهاية الجزء الاولاني من بودكاست مع دينا ودكتور صلاح قطب استنونا في الجزء التالي